دولي تعتمت علينا إنها في أيدي أمينة لم يعد محسن غانم لتناول طعامه يختبئ في مكان ما في المدينة يجب أن نتصل بفهد يا سيدي يستطيع الرؤية لأميال من مروحيته فكرة جيدة سامي وهذا يعني أن التدريب يمكن أن يستمر كما خططنا لا حسنا فاتن هل هناك مكان لم تبحث فيه؟ في قسم الأدفاع لا أظن أن محسن سيختبئ هناك سنتفقده في كل الأحوال إذن أنت لا تتكلمين إنه صوت مروحية فاهد أتسأل ما هي الحالة الطارئة هناك حريق معه أنا أشم الرائحة حسنا سيدي الحريق جاهز يمكنك بدء التدريب أوه رائع حسنا حان وقت إطلاق الإنذار حسنا لنبدأ العمل لدينا حريق في برج التدريب الحريق حاصر شخصا في الطبق العلوي سنحتاج إلى جوبيتر وفينوس في المهمة حظا موفقا لكم أحدا شيئا لا تقلقي يا ذلي سوف نخرجك بسرعة لنقم بجولة فوق الشاطئ انتظر آه لا انظر إلى برج التدريب طه المحسن من فهد إلى طاقم جوبيتر انظر إلى أعلى البرج يا سامي إنه محسن غانب ماذا يفعل هناك؟ النجدة أيمن امنع الحريقة من الانتشار أماني تبق السيارة وارفع السلم لا تخف يا محسن سامي قادم لإنقاذك أنا ما أقول لكم كنت واثقة بأنه في خطر بسرعة يا سامي أخرجني من هنا بسكويت المربع رائع لا ماذا؟ ماذا تفعل تحت الصندوق؟ كنا نحاول أن نرى ما بداخله وهكذا انقلب فوقي ولكن ولكنك تعلم أنه خطير هل نسيت؟ أعلم إنها فلتتي أنا شجعته حسنا لا يهم ما يهم الآن هو أن نبعده عنه لا جدوى إنه لا يتزحزح أسمعه جهيداً صوت ضغط أه؟ أه؟ نطلب المساعدة لا تتركيني هنا أرجوك أبقي هنا معه سأحضر المساعدة انجرف صندوق نحو الشاطئ ويصدر من داخله صوت هذا أمر مريب سامي انطلق بسرعة نحو الشاطئ هناك صندوق غريب سنبذل قصارى جهدنا أطلب من أماني أن تراقبهم فقط يا سيدي بسرعة بسرعة لا يبدو يوما هادئاً أوه إنهما هناك من أماني إلى سامي تكلمي يا أماني إنني أراهما إنهما قرب الصخور شكراً أماني نحن في طريقنا سامي أنا خائف لا بأس يا فارس سنخرجك قريباً سارة الآن عودي إلى المطعم مع فاتن سارة آسف لأنني قلت إنك لست مسلية سألعب معك قريباً أنا أعدك ما ذلك الصوت سامي؟ لا أعلم حقاً لننهي الأمر بسرعة يجب أن نرفع الصندوق عن فارس برفقاً شديد ما رأيك يا فارس؟ هم متحرارة أين كان ما بداخله فقد أصبح صاخبة هل تعرف صوته يشبهue؟ الساعات الكثير من المنبهات نحن الآن نعلم ما في داخل السناديق ما كان هذا ليحدث لو أننا لم نجادلك أبي آسفاً أبي كان يجب أن أصغي إليك اقترب يا بني أحياناً عليك أن تكتشف مثل هذه الأمور وحدك شكراً سامي شكراً لك أيماً هذا هو عمل هيا يا صديقي كف عن العبث يجب أن تعود إلى البراري حيث كنت تعيش هيا انطلق لا بد أنك كنت تطعمه جيداً انطلق لا أصدق عدم جديد ذلك الطائر يحب المكان هنا حقاً فريق الإنقاذ الجبلي ليس لإنقاذ الناس فقط النجدة النجدة لا جدوى يا فاتن هلا أحد يستطيع سماعك وأنتي هنا ماذا عن الصياد؟ إنه بعيد جداً يا فاتن ومن المستحيل أن يسمعك النجدة النجدة شمشون؟ من الذي معه؟ ها؟ أوه لا هنا الطوارئ ما الخدمة التي تريدها؟ أريد الأطفائية سامي من فضلك ماذا؟ محسن عالق عند الجرف؟ هذا العمل لفريق الإنقاذ الجبلي السريع سأخذ المروحية أراك هناك أيها الإطفائية سامي أنا هنا لا بأس يا محسن لكن يجب أن تستمع جيداً إلا ما أقوله حتى أستطيع مساعدتك مرحباً يا فهد أولاً سنحتاج إلى حبلين هنا لا تقلق سامي سأرسلها لك أعني إلى الأسفل حسناً يا محسن سأرسل لك الحبل على الفوت أمسكت يجب أن تدخل رأسك به يا محسن إلى أن يصبح حول دراعي أنا بحير يا سامي لقد أمسكته أنت أمسك شمشون محسن يجب وضع الحبل بإحكام يا محسن آسف يا سامي فرنت إنني أعرف ما أفعله وكنت مخطئاً لا يا هوم أمسكت بك الآن ارفعنا يا فهد جزين من الحوادث لا ماذا عن أثر الأقدام؟ لماذا المسح معقد إلى هذا الحد يا أماني؟ علي أن أشتري حزاماً جديداً لغسالتك ثياب كثيرة لست أنا إنه محسن لا أحب أن يساعدني في أي شيء نعم ودع ليلة مرحباً مرحباً فتحي محسن ماذا الآن أمي؟ لقد قمت بالغسيل لا لقد عطلت الغسالة والآن اسأل فتحي وبنطف شديد إن كنت تستطيع الغسلة في غسالته لحظة استمتع بوقتك سأقلب من سارة وفارس أن يتزل جام معي أتعلم محسن أنا أيضاً لا أحب الأعمال المنزلية إن كان العمل يستحق علينا القيام به بسرعة أنت سنب الإبطائي سامي حريق في منزل فتحي ليس الآن لماذا تقع الحالات الطارئة عندما لا ترغب بوقوعها؟ منزل فتحي يحترق أماني لا تذهب وحدك ابتعد عن المنزل يفتحيه سأنتولى الأمر انزع السلك من القابس أيمن حسناً سامي الله ماذا فعل محسن الآن؟ لست أنا هذه المرة إنها غلطتي أنا خرجت من المنزل ولم أطفئ المكوى حسناً علينا أن نكون حذرين عندما نقوم بالعمل نعم حتى الممسحة يمكن أن تكون خطرة لقد نظفته جيداً وهو يعمل ثانيةً ولكن عليك أن تقومي بصيانته مرات أكثر أمتأكد أنك أصلحت؟ إنه يطلق رائحة حريق أو شيء كهذا نعم أنت محقة سميحة لكن لم ألحظ ذلك من قبل حسناً فالنهدأ جميعاً نهدأ؟ نهدأ؟ كيف سأكون هادئاً؟ إنه حريق حاول أن تغني قل أنا أخافض على هدوئي أنا أخافض على هدوئي إنسى يا عمر الغناء فلنتجه إلى مكان آمن وليبتصل أحدهم بالإقفاء كان يجري طوال اليوم أنا رأيته أيضاً حسناً إنه لا يجري الآن أيمن إهداء المسكين إنه مرهق لقد خداعكما حقاً صدقتما أنه كان يركض كجر السمك يحترق صدقتما أنه يزرق يبدو أن هناك طفلاً في الأعلى إلى أين تذهبان؟ لإمقاذ الطفل لكن ليس لكم أطفال إنه ليس طفلاً إنه حمل صغير كانت دعابة سخيفة إنها غلطتي أنا آسفة لا بأس سارة سنتولى الأمر أماني أحضري أقنعة التنفس أيمن؟ جاهز الخراطين سأدخل لإنقاذ الصغير أم سامي صغيري لقد كنت أعلم أنه ليس طفلاً أنا أيضاً يا فتحي كنت أعلم لكنه صغير حقاً وهو يريد أن يفتح يا أيمن مندهج لأننا لم نتلقى نداءة استغاثة في هذا التقس الحار يا سامي أشعة الشمس قوية كثيراً إنها كذلك حقاً ها أنا ذا كنت أنتهي ولم يعلم أي صمغ على أصابعي أيضاً لا أمي 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 أجل من أين جاء هذا؟ أمي تلك غفة محسن سأطلب المساعدة أمي 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 خذوا مواقعكم، هيا سامي، أتستطيع مساعدتي؟ أنا أسمع صوت صافرتي إنذار آسف ليلى، يجب أن تخرجي من البناء تحسباً لانتشار الحريق حريق؟ أي حريق؟ محسن، هيا اتعل عن النار بسرعة لا أستطيع يا سامي، أنا متصق بهذا الباب فهمت هذا، حسناً أماني، أحضري مفك البراغي عليك فك مقبض الباب حسناً سامي البراغي صديقة، إنها لا تتزحزح إذا نخلع الباب كله محسن، أعيد الباب إلى مكانه فوراً لا أستطيع يا أمي، أنا ملتصق به لا تقلقي ليلى سنحرره، أحتاج فقط إلى مزيل طلاء أظفار أيهما أهم، مشمش، أم هذا الشريط السخير؟ مشمش، أبي أبي ارجعي إلى الخلف ارجعي حالا ولكن افعل لي ما أقوله هذا خطر يا فارو أهلا أدواتي أدواتي الجميلة سأتصل بفرقة الإطماء حريق في منزل فتحي الألعاب النارية وضعت مجددا حريق في منزل فتحي لابد أن حادثا وقع بسبب الألعاب النارية دايما سامي خذ الشاحنة سأتولى عمر المكتب ليتني أعرف أين مكانه مش مش ربما يكون مختبئا في تلك السقيفة لا تقل ذلك يا محسن أه 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 حمدا لله أريد أن أعود إلى البيت الآن لأرى إن كان مش مش قد ظهر سأوصلكي لكننا لم نرى كل الألعاب النارية بعد لقد رأينا الكثير من الألعاب النارية الليلة هذا صحيح مرة ثانية سنذهب إلى عرض منظم إنه آمن أكثر لم نطفئ حريقا كهذا منذ وقت طويل نعم كنت أنسى كيف أفعل ذلك ما كانت تلك الضجة أسمعتها يا أيمن؟ أيمن انظر إنه مش مش صوت الإطفائية ماذا حدد يا تورا؟ نحن هنا يا سامي إنه خلف هذه الصخور انطلق شمشوم أعثر على فارس أنف شمشوم الحساس سيحدد موقع فارس تماما حتى نتمكن من إخراجه دون تحريك الصخور أحسنت عملا هل أنت بخير فارس؟ نعم لم أخدش أبدا لا شيء أصابني أنا علق خلف هذه الصخور أماني أحضر المظلة الواقية من السيارة سننصب ملجأا في حال انهارت صخور أخرى بسرعة حاضر سامي سعيد برؤيتك أيمن شكرا سيدي مرحبا سامي ها أنت ذا اهدأ يا فارس لنبحثك أولا شكرا سامي شكرا لكم جميعا كان يجب أن أبتعد عن الجرف كما قلت لي يا رئيس قسم الأطفاء كنت محظوظا هذه المرة ولكن لماذا حفرت هناك ظننت أنني سأجد شيئا مميزا ليقدمه لأمي كانت علبة صفيحا قديمة أردت حقا أن أحضر لها شيئا مميزا فارس فارس ما أردته حقا هو أن تكون بأمان لا رئيس قسم الأطفاء ما رأيك بمحاولة أخيرة لنرى إن كنا نستطيع إيجاد النقود اكتفيت من البحث عن المعادن ليوم واحد توقف يا سيدي محاولة سريعة حسنا هيا هيا يا أيمن راديت وجهه عندما يجد علبة قطعة النقدية تعالوا جميعا وانظروا هيا هل من جد شيئا مثيرا سيدي قطعة قديمة الكثير منها كنت واثقا من وجود القطعين منفونة هنا كنت واثقا لا يبدو أنه مال علبتك يا أيمن أعلم أحسنت عملا سيدي تعال شمشون ها هو عشقك يا أمي الرائحة الزكية لم أطبخ اليوم يا هانا إنني في إجازة لذا عليك أن تتحملي طبخي وعون مساعدي الرائعين مرحبا يا ليلة أين محسن؟ حسنا أراد أن يذهب ليتزلج انظروا ماذا صنع لي صغيري ما هذا؟ يبدو ليك غطاء زجاجة مثبتا بقطعة خشب فارس لا تكن فضا إنه حامل شمعة أمل أن لا تمانعي عن استخدامه لا يا ليلة بالطبع لا يمكنك استخدامه يوم الأمي مزعج كل أصدقائي مشغولون بأمهاتهم والتزلج ممل عندما أكون وحدي شكرا لأنك دعو تنيا تامل كانت فكرة رائعة عشاء على ضوء جمع آسف احذري ليلة حريق حسنا ابقوا غاليين يجب أن نفرج من المطعم جميعا الآن فكرة جيدة ماذا؟ حريق في مطعم السبكة الذهبية؟ ماذا؟ هناك حريق في مطعم السبكة الذهبية هذا ليس إطارا كاذبا يا سامي شاني خام بالتبليغ عنه موسيقى 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 يا ترى أين اندلع الحريق موسيقى موسيقى أماني وأيمن خذار خراطين سأتحقق من عدم وجود أحد في الداخل حسنا سامي موسيقى 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 أمي أمي محسن لا تقترب لكن يا فتحي أمي في الداخل أمك هنا يا محسن محسن أمي خذت كثيرا فرنت أنك في الخطر أوه محسن إذا أنت تحبني حقا موسيقى 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 أمي موسيقى موسيقى